او سلطاء او نواف يتقال سموه المستشار خالد زين فمرة اتحكت قلت له كلمة سموه دي مش لها مخصصات فده اتقال لي وانت ناقص يعني اللي انا عايز اقوله ايه كان يتقال لخالد زين بعد الله يدي له الصحة شيخ عيسى بن راشد انا كنت النائب الاول ليه لان انا السنين بتاعتي ليه هتقل والتاريخ ده مهما عمله مش هيمسعره طيب عايز امتقل لملف اخر النادي الاهلي بكلام حضرتك موقفه سليم 100% يوم يومين اللي عمله صح ان شاء الله اسبوع تبقى للقانون اللي انت مش مكتنع به زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي كمان من دمن الحاجات اشانا اكمل كلام حضرتك قلت في النص لجنة التسوية هو رئيس اللجنة الانوبية الحكم والخسم هو اللي بنائي اللي حيحكمه وعشان كده انا بقول النادي الاهلي لجأ للاتحاد انا بقول لزملائي كمان في مستشاري قضية الدولة احبابي وخبرتي الموضوع ده موضوع عملية انتخابية بحثة ليه انتخابية ما بكون عندك 10-12 ملف واجاب لهم 310 وابقى المحكم الريا محكم فيه هندحك على بعض ده انت ما عندكش قضية تنظر اتنين اتقال اسماء اللجنة الدكتور حسن مصطفى لا ما هو ده اللي صرحه اساسا انا ليه بعض لا انا عجبني انا ليه بعض الاسئلة المهمة لحضرتك اكيد فهم الكواليس اكتر منين ايه هو اللي تلعلينا في الاعلام اللي اللجنة فيها مين ما كانش فيه لجنة فسألنا عضاء مجلس الدارة قالك ما عملاش اجتماع لازم عشان يبقى فيه لجنة يعملوا اجتماع احنا نقول اه ولا لا لا ما حصلش اجتماع ادي واحد اتنين اتقال اسماء اللجنة الدكتور حسن مصطفى رئيسها اه اه شامحاطب اه اه ايه الكلام ده صح انا انا اللي غياء او اه يعني النادي القلي بيروح لللجنة التسوية انا زي ما انا اه بقولك انا بوجه شكر لمعالي المستشار اه اه برايم هنيدي واعتذر طبعا اه راجل عضو المجلس الاعلى للقضاء اه وراجل قاضي محترم وكان وزيرا العدل الانتقالية وكان مساعدا الوزير العدل للكاس بغير المشروع تعتذر ليه راجل كبير راجل ما يقشش في الكلام ده كلام فاطح ده كلام فاطح ده حتى اللي انا اعلمه جيدا ان المجلس اعلى القضاء بدأ يراجع نفسه في الموقف ده لان هم عملوا لعبة ايه بقى ما هي عملية علاقات اجيب مجموعة من المستشارين اه مش عارف ايه يعني ايه خالد زين نازل انتخابات طيب نشوف الخصف اللي نازل قدامه يجيب هنا مستشارين يوقفوا معه عشان يضربوا خالد زين كلام صدياني ان دي لاني لو لجأ اللجنة الاولمباد دولية لا هو يعني اللي انا عايز اقوله اللي انا متوقعه ان هناك حراق قوي جدا حراق قوي جدا وانا متأكد وهذا يعني انا هتعرفه في خلال الفترة الجاية انه هذا القانون حيبقى فيه كلام وشخصيا انا عارف ان المفروض يعني المهندس خالد عب عزيز اه هيراجع نفسه لانه الطيار كده انا بقوله انت بتعمل العمل والحزب الوطني زمان والدنيا اعتقالبت يعني انت النهاردة مفيش صفار في الوسط الرياضي لازم يرجع القانون ده لمراجعة بعض النصوص للمجلس الشعب وانا على علم ان مجلس الشعب حبتدي اتكلم في هذا الموضوع موضوع ده خطير جدا انا ااسف ان طبعا انا في بيتكو لكن اوانش موضوع اهلي ولا لا ده موضوع ده اوجه انا شايف حداك قول لما بنقول النادي الاهلي انت بتهرب بمنتهى الزكاة حشان زمال كيوية لا والله يعني قول لما بقول اسم النادي الاهلي حداك بترد بشكل عام وانا عايز اشخصا شوية عشان نعرف انا كبرنان لا انا مش بشخصا لا انا بشخصا بشخصا موضوع الاهلي احيانا ليه عشان عايز افهم من حضرتك حق الاهلي حق الاهلي وغير الاهلي موقفه السليم طبقا للقانون اللي فيه عدم دستورية ومواده متنقلة حققه وانا عايز اقول مرة تانية خطاب الاسوف وتوقيع سبع رؤسات اتحادات هيخرج للنور والدنيا مش هتبقى كويسة لانه على فكرة انا مش قائد هذه الموضوع لانه هم الموضوع بتاع اتحاد الملاكمة والمؤامرة اللي عملوها ضدي اللي يحفر حفر الاخير انت معاك اعترافات ده هم مدينة اه انا شفت الورق لا لا تعال هنا هو بعض الاسقب قبل ما اجي الورق وانت بتطلعه كده النادي الاهلي لجأ للجنة الولمبية الدولية القرار ايه بخبرة حضرتك اه هو النادي الاهلي مقدرش يلجع للجنة الولمبية الدولية إلا من خلال اللجنة الولمبية الوطنية اه معلش انا كلمة فتاة صراحة لكن من حق النادي الاهلي يلجأ للكاس اه للمحكمة الرياضيات الدولية اه اللي برقصها جونكوتس ده من حقه اه من حق النادي الاهلي في الموقف اللي احنا فيه موقف الاهلي ضعيف لا قوي جدا مش انتو بس انا سو خد بالك والموضوع مش انتو الموضوع ده الميساق الولمبي يرفضه اه خد بالك والجواب اللي جال ده كلام فاضي محدش ارى ومحدش عمل طب عايز اسألك سؤال ما عرفش هتزعل مني من الجملة اللي هقولها دي لا ابدا لا ابدا هل المستشار خالد زين حيرد ولا ممكن يبقى الان شوية من السؤال لا ما بقلقش ايه رأيك في كل اللي بيسنده الغلط ده من اعلام لسنيدة ايه رأيك اللي بيسنده الغلط ده كله سواء في دستور او قانون لا دستور او الموقف ده لا بص هو هي المشكلة هي المشكلة انها مصالح مصر بتضرب بمصالح شخصية وليس مصالح وطن وللأسف اه زي ما انا قلت لك انا تتلمست على قيادات قوية جدا ام يعني انا هقول لك ايه الحمد لله يعني حتى عيلتي الله يرحم ابويا كان راجل نايم رئيس محكمة ناط مجلس دولة ولاد عمات ابويا عام اللي هو رئيس الزين الدين مدير المدفعية يعني كلنا اتربيت في بيت فيه التزام وفيه وطنية لما كنت اقعد مع ماهر بيقى بازع وتقعد مع الناس الوزراء التقيلة دي تحس ان فيها البلد لازم نعكزها احنا معترضين على الخصخصة طب ليك يعني فيه حضركوا انت تعطوريني ورق مهم جدا اعطورينك حاجة انت معاك موافقات اساسة لغاية النهاردة في ورق خطير جدا محتفظ هم رؤساء الابتحادات لانهم مقتنعين بخالد زين فبعد العملة بتاعة واحد ستة المدبرة بقيادة حسن مصطفى والكلام ده مكتوب في الجرائد اسقاطه دوليا وعمره ميه وعمره وعمره زي ما يكون هو ما شاء الله ربنا يديه للعمر الصحة خمسة وسبعين سنة هيعيش لما يبقى عنده تسعين سنة ما تراعي سنك يا عم انت ما تراعي سنك ده انا بالنسبة لك عاي الدكتور حسن مصطفى ليه حق الرد ببرنامجنا احنا بنشتغل لا لا الكلام مكتوب انا تنام عشان برضو احنا بنشتغل كل حد انت بتخاف يعني ولا حاجة؟ يا عم شادي المستندات اهي بس معني بس المستندات اهي المستندات الضرب رسمي اهي بعد القرار اكثر من 19 رئيس الاتحاد اداني خطبات يا عم هشام بيرفض اسقاط خالد زي 19؟ اهام مصورينهم اهام 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 المستندات المستشارة اهي جايب ورق اه ادي اتحادات اتحادات دي كلها بترفض ولكاتبنا بالانجلش ها؟ عشان المؤامرة اللي اتعملت 19 الاتحادات ايوا ايوا بعد اسقاطي يعني انا يا حبيبي بالحكم وبالانجازات وبالجوابات رؤساء الاتحادات لكن انا مش عايز اقعد على الكرسي ده تاني خلاص يا عم سؤالي عشان الوقت بيجري فضل هرجع كقناة نادي ومن حقق دافع عن مصالح نادي مش عايز اصطف ثقاف انادي كنا